السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الخميس 22 نوفمبر القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح يضل في برج السرطان لغاية الساعة 27 و20 دقيقة من صباح يوم السبب لا ينتقل القمر بعديها لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و53 دقيقة من مساء اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل طبعا القمر بما انه موجود في برج السرطان تأثيره على جميع الأبراج خلال هذا اليوم انه منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط من حاول خلق جو من الأمان اننا ولا أحبائنا ولا أطفالنا من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي بتجعل البعض مننا ممكن أنه يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي أو حدث أو أشخاص احنا بحاجة للمزيد من الاهتمام لمراقبة أكلنا وشربنا في هاي الفترة لأن الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو يعني إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع بالبيت أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو هاي زاوية رح يبدأ تأثيرها اليوم 2-11 ورح تستمر تأثيراتها ليوم 11-11 ذروتها يوم 6-11 الساعة 2 و 37 دقيقة عصرا بالنسبة لهذه زاوية بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر وبتجلب لنا سعادة عاطفية وبتدخل الإنفعال في علاقاتنا الجنسية بتدل على وقوع تطورات وتحولات إيجابية في الإنتاج الفني والموسيقي والإنتاجات الفنية إجمالا اللي ممكن أنها تحقق نجاح في هاي الفترة اللي ممكن أنها تيجب أسليب جديدة مخالف الأسليب المتداولة برضو تظهر على الساحة الفنية وجوه جديدة أو بيتجدد أسلوب بعض الفنانين المعروفين وبغير إقاعاتهم وطريقة إلقاءهم وهذا الشيء بحبب الجماهير فيهم أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة أربعة واثنين وعشرين دقيقة عصرا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وبنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل وبنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة خمسة وثلاثين دقيقة بعد العصر بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية ابتمنحنا العطف والمودة وبنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض بالرحم والمهبل والثدي وغشاء الجنب والصفاق اللي هو الغشاء اللي بيغلف الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللينفاوي وعظم الصدر بالنسبة لهذه الأعضاء طبعا ما مننصح بإجراء أي عمليات جراحية لإلها ولكن كفحصات أو أخذ علاجات أو مراجعات طبية فما في أي مشكلة أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة للعمليات الجراحية أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزاد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود بالسرطان حكينا أنه يوم 4-11 وهو يوم السبت في عنا خلوه مسار بيبدأ خلوه المسار الساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا وبيستمر لغاية الساعة سبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الأسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المحدب عمره تسعتاشر يوم في تمام ساعة ستة وأربع وعشرين دقيقة مساء بصير عشرين يوم نسبة الإضاءة ثلاثة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بنسبة 15% القمر في السرطان حتى يوم 4-11 سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة 45% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 85% عطارد في العقرب حتى يوم 10-11 منتحس بنسبة 40% الزهرة في العدرا حتى يوم 8-11 سعيد بنسبة 15% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجذي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلناها للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم مش أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذروا التصرف العدائي وحاولوا أنكم ما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من الإرهاق النفسي أو ممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو بسبب كلام جارع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان تقدروا اليوم تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات لا تترك مجال للعموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وما رح تهدأ وتيرتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية خففوا من النفقات قدر الإمكان ممكن يتناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها طبعا اليوم بتفتح أمامك أبواب جيدة للحوار والنقاش البناء وبتقدر تبرر مواقفك وتوضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم أنتو مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شي إنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقها لعمل أو صفحة جديدة بيحمل لك هذا اليوم فترة فيها نوع من أنواع التقدم وأخبار جديدة بتعيد لك النشاط لحياتك اليومية ويعتبر هذا اليوم من أجمل أيام الشهر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بسيطر التعب عليكم لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب حاولوا أنكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما إنها يعني تحمل لك بعض الخسائر أو الفشل أو المرض أو التأخير أو الأعطال ممكن تفشل أعمالك في حصد النجاح وتخيب آمالك لتأخير أو لإلغاء في اللحظة الأخيرة ولا تعتمد على وعد يقطع إلك خلال هذا اليوم بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تجنبوا انتقاد أي شخص بناسبك اليوم العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وإنت بحاجة للتحالفات تفرح للتفاهم الآخرين ممكن أنك تحصل على تأييد أو تشارك في ورشة عمل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان تتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف أو بيتعاون معك أهم مش أنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجع الفترة فيها يعني فيها نوع من أنواع القلق والتوتر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتنشطوا اليوم بأمور الهلاقة بسفر أو اتصال بعيد أو تعامل مع أجانب أو مع أشخاص خارج البلاد أهم شيء أنك تكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظاً بتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل عليك جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن وتحرك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً اليوم بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء أنك تتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع ولععادة بعض الأمور لنصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن أنك اليوم تعالج موضوع مالي أو موضوع إداري برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً اليوم بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة وتعتبر هاي الفترة فيها نوع من أنواع التوتر لأن القمر موجود مقابلكم تماماً فحاول أنك ما تتورط في أزمة ما ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أهم شيء أنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً اليوم بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وبرضو لا تدخلوا في أي مواجهة مع زملائكم حاول أنك تغير الأولويات إذا دعت الحاجة وما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في الأعمال ركز على الأعمال المهمة والضرورية قبل ما تنتقل لعمل آخر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم اللي بيتقدم اليوم لها علاقة عاطفية أو للتقارب أو للمصالحة مع الأحبة مع أحد الأبناء فاليوم مناسب جداً اليوم بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وللتعارف والارتباط ونشطات متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استعاب الأمور أيضاً ممتاز جداً هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكراً للمشاهدة